أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العلي العظيم وصلنا إلى الآية التي ذكرت فيها أو ذكر فيها اسم يونس عليه السلام وقد سميت السورة كلها باسمه سلام الله عليك هذه تحتاج الآية إلى شوية من التفصيل هل العذاب إذا أتى من قبل الله سبحانه وتعالى ونزل على شخص أو على جيل أو على أمة قوم هل يمكن أن يزول هذا العذاب أم لا بعبارة أخرى هل التوبة تقبل بعد نزول العذاب أم لا نحن قرأنا قبل كم ليلة أن فرعون لعنة الله عليه آمن حين وصل إلى الغرق عند لحظة الموت الله شون قال قال آل آن وقد عصيت من قبل هذه سنة إلهية لا يمكن في تقدير الله وقضائه أن تقبل توبة شخص مثل فرعون أو قوم مثل قوم فرعون أو أمة مثل الأمم السالفة أمة عاد أمة ثمود وما أشبه قضاء الله هذا قانون إلهي سنة إلهية التوبة لا تقبل هذا أيضا موعظ إلنا يجب أن نموت قبل لحظات سكرات الموت والله يقبل التوبة برحمته طيب هذا قرأناه في قصتي نوح في قصتي عاد ثمود في قصتي فرعون قبل كم ليل هنا لفض استثناء صاير الاستثناء شلون قوم يونس هذول شنو قصتهم حيث قبلت التوبة منهم قبل أن يمسهم العذاب بلحظات أو بيوم أو بساعات هذول قصتهم أن يونس سلام الله عليه والده متى متى كان حطابا عابدا زاهدا مضيافا ولد له ابن اسمه يونس هذول من أبياب إسرائيل طبعا تدرون الفاصل بين موسى عليه السلام إلى عيسى المسيح عليه السلام هو ظهر الأنبياء في هذه الفترة بكثرة ليش لأنه بنوا إسرائيل أيضا مدنوا المدن سووا حضارة بنوا مدن وصار لهم ملوك أيضا وانحرفوا انحرفوا عن الدين فأيضا الله برحمته كان يبعث أنبياء من هؤلاء الأنبياء يونس بن متى يونس بعث في الثلاثين عاما من عمره عمره ثلاثين سنة أتاه الوحي يا يونس أنت نبي طيب هذا النبي أو مرسل رسول لا بس نبي قلنا الرسل 313 نفر الأنبياء 124 ألف هذا واحد من 124 ألف يبعث النبي إلى منطقة فقط إلى قرية إلى منطقة إلى مدينة هذه المدينة كانت في العراق يقول أن اسمها نينوة أو نينوة ويمكن أن يكون الموصلة الحالية أو ما أطرافها مثلا المهم في العراق هذول قوم عددهم نفوسهم مئة ألف وشوية بس قرية أو مدينة صغيرة هؤلاء أيضا منحرفين عن الدين يعبدون الأوثان يظلمون بعضهم لا ما عندهم أخلاق جيدة وما شابه فبعث يونس إلى هؤلاء بقعدهم مش قيد 33 سنة كما في الروايات المعتبرة صار عمرش قيد 63 يأس منهم طبعا هنا أنا في قوس أفتح أو قوسين الأنبياء ترى مو كلهم مثل بعضها كما أن الأولياء ليسوا مثل معهم كما أن الأئمة أيضا أفضلهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي اللهم صل على محمد وآله وأفضل الأنبياء وأقربهم إلى الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله الأنبياء وغير أولي العزم وغير الرسل درجاته متفاوتة هذه معلومة مهمة يجب أن نفهمها حتى نفهم الآية درجاته مختلفة حتى بعض الأوقات تشوف أنه الخضر يعرف شيء موسى ما يعرف صامعين القصة وبالقرآن واجد يونس أيضا غضب على قومه يا عم شوي أصبر أعطيهم مهلة يمكن أن يرتدعوا يمكن أن يهتدوا يمكن أن يتوبوا إلى الله لا عنده صديقين فقط من المئة ألف نسمة اثنين آمنوا به واحد اسمه روفائيل أتصور واحد اسمه تنوخة روفائيل هذا عالم من أولاد الأنبياء السابقين عنده نوع من العلم والحكمة صديقنا هذا الثاني تنوخة مثلي مو عالم فد واحد بس خوش آدمي عابد زاهد اجي استشارهم من وجه يعني حواسطهم الجهاز يونس استشار صديقيه المؤمنين به شا سوي أنا أريد أدعو وتدري دعاء النبي مشكلة يعني ممكن أن يستجاب العالم روفائيل قال لا لاتسوي أعطيهم مهلة مقامك عند الله ينزل عجيب مقامة ينزل نعم الله يحب ذلك النبي الصبور الذي يبقى مع أمته إلى آخر لحظة تسعمية وخمسين سنة نوح قد واجتهد إلى أن أجل عظم ثلاث ثلاث مرات يدعو جبرائيل ينزل إسرافيل ينزل ملائك ينزلون يانوح طول بالك شوية بعد وقد اهتدى بعضهم لأن الله رحيم بعباده يحب خلقه هذه اليلة غصة يونس حقيقة في موعظة بيها جدا مهمة إلنا إحنا اللي نقرأ هذا القرآن تنوخى قال يا نونس شنو بعد ما يفيد يا ذول روح ادعو يونس قبل نصيحة العابد ولم يقبل نصيحة العالم وهي أيضا النصيحة إلنا عابد على رأسي بس عابد إلى زين ما يفهم شي مسخوش إنسان يعبد الله العالم مهم إذا كان مؤمن طبعا فما قبل كلامه راح دعاه أتى الوحي أيضا بالنصيحة يا نونس شوية اصبر حتى يهتدي بعض الناس قال لا هذول معيسين منهم فقرر الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب هذه قصته خب شوكد ينزل يوم الأربعة كما في الأحاديث التاريخية عن أمير المؤمنين عليه السلام قرية اليوم حديث طويل حول قصة يونس ينقله عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني الإمام الباقر ينقل عن أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يقول سمعت رسول الله يقول لنا قصته يونس خب إذا إجا العذاب شي سوون ذوله لازم يطلعون بعد من القرية من المدينة حتى لا يشملهم العذاب إجا على رفايل قال أنا ما أطلع أنا أبقى يمكن واحد يهتدي بالموعظة تنوخى قال لا أنا أجوي طلعوا برة يونس وصاحبه المؤمن تنوخى لما انطلعوا برة يوم الأربعاء ها أجي أبلغ القوم يعني يونس قال للناس ضربوا الذو استهزئوا به قلوا طردوه من القرية مو هو راح طردوه من مدينة نينوة لما راحوا بعيد ينتظرون العذاب شافوا إيه والله العذاب أتا الريح الصفراء الصرصر ما أجي شنو غيم أسود أجه خب روفائيل اللي هو العالم المؤمن بيونس هو مو نبي بس عنده مقام استهنانة لازم أوضح نبوة يعني ينزل عليه الوحي بس مو معلوم أكو أشياء ما يدري بها ذاك يدري بها يصير الشكلة مثل الخضر بعد ذهب إلى القوم قال يا قوم شوفوا العذاب ده يجي قال له وإيه والله قالوا شنسوي ما كو طريقة ليش أكو طريقة العذاب بعد لم ينزل الإمارات والعلائم والإرهاصات وصلت تعالوا توبوا إلى الله إيش لون هاي مفصل بالقصة اللي ينقلها أمير المؤمن عن رسول الله ودوا النساء على كتر الأطفال يضجون الأغنام قصة طويلة فبدأوا بالدعاء منه هذا القوم الذي نزل توا ولكن لم يمسهم العذاب عندما صار هالشكل طاب الله عليهم القصة كلها هذه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني عادة لا ينفع الإيمان عند نزول العذاب كما قلنا في قصة فرعون إلا استثناء قوم يونس ليش صار هذا الاستثناء لأنه العذاب بعدما نازل إليهم يعني أكو ساعة ساعتين لحظات قبل النزول علائم العذاب نزلت هذول إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب في الرواية أمير المؤمنين ينقل عن رسول الله أن الله أمر جبرائيل اذهب وإسرافيل أتصور تنح أو نح العذاب عن هذه المدينة إلى الجبال إلى جبال الموصل عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما اتعناهم إلى حياة أو يونس صار به يونس عليه السلام لما رأى العلائم العذاب بقي بعدين شاف العذاب راح ما وصل إلى الأرض تعجب قال يعني أنا أخطأت طلبت العذاب وقلت للناس أنكم سوف تعذبون أنا شنو أقول لهم كذاب أنا فغضب غضب على نفسه مو غضب من الله غضب أنه أنا سويت شيء لا يريده الله في علمه المكنون ترك صديقة وراح إلى البحر بسه من الموصل إلى البحر يقال في الحديث سبعة أيام يمشي وصل إلى البحر يريد يهاجر بعد يروح من ناحية ما يقدر يرجع للقرية لنينوى يخجل منهم شيء يقول لهم بس اللطيفة في القصة أنه أهل القرية أهل المدينة كانوا ينتظرون رجوعه لأن آمنوا به تابوا بس هو ما يدري خجلان ذهب وذنوني النون شنو يعني الحوت ذا يعني صاحب وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نقدر يعني منا من نقدر عليه نقدر يعني نضيق عليه القدر إلى معنى القدرة نقدر عليه مثلا نقول ونقدر نقدر يعني نضيق فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وين في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لمن وصل إلى البحر ركب السفينة السفينة أتت حوت أتى حوت ليبلع السفينة أو يضرب السفينة أهل السفينة قالوا هذا عذاب إلهي لازم واحد يفدي نفسه أو قالوا في دواية أخرى أنه يريد أكله خلني الطيو ونروح بعد أو شو نسوي يونس قال أنا حاضر أفدي بنفسي لا يجمن الدنيا بعد أفدي بنفسي قالوا لو نسوي قرعة ثلاث مرات سووا قرعة أهل السفينة يطلع اسم يونس عجيب المرة الأولى الثانية الثالثة اسم يونس يطلع بالقرعة والقرعة لكل أمر مشكل كما في الفقه فأتى يونس ورمى بنفسه أو رموه إلى الحوت فابتلعه الحوت قرآن قرآن شوفوا إخواني نحن في قضايا المعاجز وفي قضايا اللي لا يفهمه الذهن القاصر أو العلم الحديث عندنا شيء اسمه غيب وعندنا شيء اسمه شهود شهود يعني هذا اللي نشوفه وما أكثر ما لا نعلم من الغيب الغيب غيب الإيمان شي سوي الإيمان يجي يقول لك اعترف بالشهود واعترف بالغيب أيضا الغيب شنو الغيب الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى مو غيب من عندك تسوي الشيء الثابت من الله يقول عصى موسى كانت تبلع العصي لازم نقبل يقول أن إبراهي أن المسيح كان يبرؤ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله لازم نقبل لتقول هذا الطب ما يقبله هذا الشيء سمه غيب يؤمنون بالغيب من صفات المؤمنين أنهم يعترفون بالغيب وكثير من القضايا التي تذكر في القرآن من الغيب منها قضية الحوت يجي ذب نفسه إلى الحوت يقال في الحديث سبع تيام بقى هناك وأتى النداء الإيحائي إلى الحوت من قبل الله هذا مطعم إليك هذا مسكن بطنك مسكن ليونس حتى يعبد ربه فبدأ بالتسبيح ظلمت نفسي يا رب أنا أخطأت سبحانك اللهم فأنقذه الله فلفظه الحوت إلى البر الآية تأول شي التقمه الحوت وهو مليم فلولا أن كان من المسبحين يعني هناك سنصار صار عنده حالة من العبادة لله سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه الله يقول إحنا نبذناه أمرنا الحوت أن ينبذه يطرحه إلى الساحل بالعراء يقولون صحراء كانت عند الساحل وهو سقيم يعني شنو مريض ليش مريض سبعة هي في بطن الحوت بالنتيجة الجلد ماله ينهار يصير أملس يتأذى استشلون الأكسيجين كان يوصل إلى بعد هذا بقدرة الله معجزة يسونا لما لفظه على الصحراء وأنبكنا عليه شجرة من يقطين هذا القرع عجيب يقول أن القرع الشجر ماله الورق ماله ماله يفيد للقروح والجروح وهذا مجروح صغير في بطن الحوت جلد منهار وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون اللي قلنا مئة ألف كانوا قومة أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين هناك طلع يونس طلع من بطن الحوت ويعتفى صار زين بعدين سبع تيام بقع هناك طبعا سبع تيام شرد من قريته مغضبا سبع تيام بقع وين في بطن الحوت هاي 14 سبع تيام في العراء سبع تيام راري يرجع إلى نينوة صار 28 يوم كما في الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله لما رجع شاف واحد حطاب زارع هناك أوائل القرية قال لي شكوا قال ماكوشي الناس لا يزرعون يقدحون يؤمنون يصلون يصرمون ناس خوش قال أنت من وقال أنا يونس قال شنو يونس أنت يونس ويونس خبر وصل إلنا أنه غرق في البحر كان الأخبار من السفينة بعدين انتقلت إلى قوم يونس أن يونس مات والتقمه الحوت راح شنو يونس قال والله أنا يونس الآن راجع رد أهدي قومي ما دام ذول آمنوا واستغفروا قال لا ما نصدق يونس قال لتشهد الشات هذا في حديث أمير المؤمنين شات هناك خروف شهدت الشات أن هذا يونس تعجر تكلم الشات الخروف قام يحجي معاجز بعد لازم نقبلها غيب هذا ذهب الحطاب أو الزارع إلى القر يصيح ترى يونس جاي قام يظلبوه أو يستهزئون بي قال والله جاي راحوا إياه جر بالنتيجة جاب إلى القرية قال الشات مرة ثانية لازم تشهد شهدت مرة ثانية فاستقبلوه بحفاوة وعاش بينهم إلى حين شوفوا كل هذا القصة جبتها على أساس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني هل لو لا يعني هل أو بمعنى النفي المفسرون اختلفوا فيه فلولا يعني فلولا يعني هل ياريت ياريت القرى تؤمن أو بما أنه لا يعني ما آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا هذا استثناء صار وصل العذاب اللطيفة في الحديث يسأل الإمام إدراو يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول خب إذا نزل العذاب والله وعد يونس شلون أخلف الله وعده شنو جواب صلام الله عليك يا أمير المؤمنين الإمام أجاب قال إن الله قال لجبرايل أنني وعدت يونس بنزول العذاب مو بوصول العذاب شوفوا الدقة في الوعد الإلهي قلت أنا أبعث العذاب أبعث العذاب بشرط شرط شنو التوبة شوفوا إخواني هنا أنا في الموعظة لازم نستفيد من هذه الآية مو بس نقرأ قصة يونس وراح بالحوت وطلع الله سبحانه وتعالى يعطي مهلة مثلا أنا حاجين أتصور في السنوات الماضية عن البداء يقدر في علم الله أن فلان يصاب بمصيبة بعدين يدفع صدقة المصيبة المصيبة ترفع شنو معناته هذا هذا بدأ يعني التقدير الإلهي أن فلانا يصاب بمصيبة إذا لم يتصدق شوفوا فإذا تصدق يرفع العذاب هذا معنى أنه وصل العذاب ولكن لم يمسهم ليش لم يمسهم لأن العالم رفائد وداهم إلى الصحراء وبدأوا بالاستغفار والنحيب والخشوع لله فتاب الله عليهم يسألني واحد البداء في كل شيء قلت له لا في كل شيء إلا في شيئين الأول في ظهور الإمام المهدي والثاني في قيام القيامة بداء ماكو أما في بقية الأشياء ترأكو بداء نحن من استاهل يعني شنو يعني الآن إذا نريد أن ندعو لتعجيل فرج الإمام شنو الطريقة الطريقة متعلمين اللهم عجل لوليك الفرج إذا ما نقول أجل اللهم عجل لوليك الفرج خب زهن هذا ولكن هل الشروط قد توفرت لا أول الشرط هذا الذي يدعو أنا أقول عن نفسي أنا الذي أدعو هل أنا مصف في أموري كل أمور مصف فيهم حتى أقول أدعو والله يستجيب هذه مصيبة أما إذا صفينا أمورنا وبإلحاق لنا اللهم عجل لوليك الفرج بالبداء العلامات كلها ترفع ويظهر الإمام إن شاء الله يحتاج إلى أنه الذيك الحالة تحدث التي حدثت لقوم يونس عليه السلام خب طولنا عليكم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا آمنوا حقيقة آمنوا كما في الحديث عن أمير المؤمنين حقيقة قاموا يبتشون يخشعون يخضعون حالة انقلاب حقيقة صار عندهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا الخز ليش لأنه العذاب الإلهي خزي فرحون صار خزي عليه إلى الآن هذا خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يعني إلى حين أجلهم بقوا في الحياة وعاشوا بعدين شنو صار وما يكون الإلهية بعد خب أما الموعظة الأخيرة في كل ليلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع جمعوا صنيعة صنيعة اللي الإنسان يصنعها يعني يعملها بشرط أن يكون معروف المعروف شنو كل عمل خير يسموه معروف صنائع الخير صنائع المعروف تقي يعني يصير وقاية عن مصارع السوء مصارع السوء يعني الموت السيء يسموه مصارع السوء والصدقة الخفية منع لنها قدام الناس ونسوي دعاية أنه فلان أنفق بمئة دينا للمسجد الفلان شنوه أنا ما أقول يعني فتشي موزيان ولكن ثواب أقل والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب اللهم لا تغضب علينا وصلة الرحم زيادة في العمر شم ليلة باقي من شهر رمضان بعد شم ليلة أروا خمس ليالي خوش فرصة اللي زعلان مع أخوه اللي زعلان مع أخته الأخت اللي زعلان مع أخوها خلنصف نصف في أمورنا ما تسوى الدنيا هو ما يجأنا أبو أحلى المقدام السابقون السابقون أولئك المقربون وصلة الرحم زيادة في العمر وكل معروف صدقة واحد عنده فلوس يدفع صدقة للفقيق هو صدقة هذه بس كل معروف يعني كل عمل خير معروف يعني عمل خير ولو السلام لواحد احترام لضعيف وكل معروف صدقة أهل المعروف في الدنيا شلون وضعهم في الآخرة شلون وضعهم وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة طبعا بعد فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد النبي بعد علي ذلك رواد الجنة وأول من يدخل الجنة هم أهل المعروف اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم تقبل أعمالنا اللهم أوصلنا إلى درجة التوبة والاستغفار اللهم أحسن عواقبنا اللهم ارحم موتانا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يَا مَنْ لَهُ عَمَتِي الْوَدِينَ ترجمة نانسي قنقر